انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتضمنت القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات وللمزيد يطلعن عليها الزميل كريم بيبرس مرسل تلفزيون المصري إليك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نتابع سويا المساعدات الإغاثية التي دائما تتحرك من أماكن مختلفة في مصر وصولا إلى الأشقاء في قطاع غزة بينما نحن نتحدث تصل إلى مدينة العريش المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني المحملة بعدد كبير من الأطنان أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وأيضا المواد الإعاشية مثل البضطين هذه الشاحنات بدأت بالفعل بالوصول إلى مدينة العريش لتتحرك بعد ذلك إلى معبر رفح المصري بالطبع التحالف الوطني يطلق هذه القوافل منذ اليوم يعني بداية العدوان الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة تكاتف كبير من مؤسسات المجتمع المدني والشعب المصري بشكل عام للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة هذه هي بالطبع جزء بسيط من الشاحنات الذي وصل بالفعل إلى مدينة العريش لتتحرك بعد ذلك إلى بوابة معبر رفح المصري القافلة الأولى التي جاءت أن التحالف الوطني كانت محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإغافية المختلفة والمتنوعة وقد وصلت بالفعل إلى معبر رفح نتحدث بالطبع أيضا عن استمرار خروج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليترقوا العلاج في المستشفيات المصرية بالطبع أيضا بالإضافة لكل ذلك المجهودات المختلفة معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها هذا العدوان الغاشم على أشقاء في قطاع غزة ومثالة هذه المساعدات تدخل عبر وقت معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم إلى الناحية الأخرى يذكر أيضا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة المتحدث باسمه تحدث عن أن بوابة رفح المصرية هي من أهم البوابات وربما الأهم الذي يعتمد عليها الأمم المتحدة وكل المؤسسات في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة وهذا بالطبع يدل على الدور المصري الهام والرئيسي والرائد دائما في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية وتحديدا في هذه الفترة بجانب الأشقاء في قطاع غزة كانت هذه نظرة عن الشاحنات التي وصلت بالفعل إلى مدينة عريش من التحالف الوطني تأخذ طريقها إلى معبر رفح والآن عودة إليكم مرة أخرى في الإسلام